اشتركوا في القناة والثالث أن الإعلام يحتاج أن يجد له موقعا بين الناس أن يصبح المجتمع وأن تصبح الأمم والشعوب هي التي يعود إليه الإعلام في مرجعياته الكبرى الحاكمة للقيم الإعلامية وليست المصالح أو التحيزات أو محاولة الارتماء في أحضان الوطنية وأصحاب النفوذ القيمة المضافة لهذه الندوة أنها أثارت جملة من الأسئلة والإشكالات التي ينبغي متابعة البحث فيها لكي نصل فيما بعد إلى رؤية أعمق لما يمكن للوعي الإسلامي والشريعة الإسلامية أن تضيفه إلى باب أخلاق المهنة الإعلامية بمعنى هل نحن قادرون على أن نطور رؤية قيمية أخلاقية يستفيد منها الصحفي والإعلامي في تطبيقها على مجريات عمله اليومي هذه الرؤية طبعا تكون نابعة من القيم الإسلامي الكبرى ومن العلوم الشرعية الكبرى كعلم المقاصد وعلم الحديث وعلم التجريح والتعديل والعلوم الأخرى التي أجمعت عليها الأمة واتخذتها طريقا من أجل الوصول إلى الحقيقة والحقيقة والقيم أيضا في مسارها العام المرجعية القيمية في العمل الصحفي هي المرجعية التي تجعل من المهنة أخلاقية وتجعل منها رسالية وأنا أقول أن إضافة العنصر المستقى من الإسلام في مسألة الأخلاقيات كفيل بتحويل المهنة أيضا ومقاصدها الكبرى إلى مقاصد تعبدية فلا تقتصر على الوظيفة ولا على المال ولا على الشهرة بل تصبح ممارستها مهمة تعبدية لأنها نابعة من تصور قيمي حقيقي موحا به ومن هنا المرجعية الكبرى الأخلاقية والقيامية تكون أعمق في نفوس الناس لأنها تشكل وجدان بدل أن تكون فقط ضوابط وقواعد للمهنة وحدود وأخلاقيات إنما تشكل وجدان ووازع داخلي ذاتي والوازع الداخلي الذاتي لا ينبع إلا عن قيم فإذا كانت القيم مستقامة من الدين أو التدين معنى ذلك أن هذه القيم تكون أعلى وأبعد تأثيرا وأعمق غورا في نفوس الناس شكرا 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 شكرا